موسيقى موسيقى جرينوركس كانت أول شراكة هنا نحن كنادة المحروسة يبقى برنامج بيركز بس على احتضان شركات ناشئة خضراء طبعا خلال جرينوركس كنا منركز على الفيديو سؤوس الخضراء برضو اللي بتقدر تدعم شركات في مرحلة أصغر يعني اللي هي مرحلة دخول السوق أو كمان مرحلة الفكرة في محافظات مختلفة فده وسع نطاق دعم الشركات والأفكار الخضراء عمتا في مصر بيزع اللي احنا تعلمناه من جرينوركس ابتدينا ان احنا نفكر في CFGT وفكرة الفاليو تشين فكرة ان يكون فيه ممكن مايكرو سبلايرز مثل وقت ستارتبس بتشتغل مع بعض احنا كل دايما بنتمنينا الناس ما تكونش بتشتغل في جزر منعزلة ان يبقى فعلا فيه ايكو سيستم متكامل شغال مع بعضه العلاقة بدأت مع مشروع جرينوركس ان احنا اشتغلنا معاهم سايكل قبل كده مع هيفوز ومع نهضة المحروصة واكتر بتشالنج بنسباننا كان ان احنا نوصل لفيميل انتربرنورز في الصعيد وده اشتغلنا عليه من الاول تعاون بنا وبين هيفوز وقدرنا ان احنا نوصل لأكتر من 70% من الستارتبس تكون فيميل ليد فيه كونكشنز بتحصل بين الستارتبس وبين الناس شغالين في انكوبيترز تانية احد الستارتبس مثلا الموجودة معانا فلوريش هتخش فيه البتشنج دايريكت بتاع مصر خير مشروع جزر نتمنى جدا ان احنا نكمل شغل مع جرينوركس وان المشروع يكمل للسانوات اكتر واكتر لان ده هيخلي فيه ساستينيبوليتي في الجرين بروجرام بتاعنا المترجمات بالترجمات التي تجمع بها نعم بالترجمات كبيرة ومعنى جزر نعم لديك ثلاثة إجابة نفسية حدث إلى المئرسية أجراء الذي يفعل ذلك وللتعغي في ثلاثة الحقير لدينا كانت بطريقة جميلة هذه حدث وأن نفاق لهم نفاقين للمساعدة التي تحتاج ل這些 شركات المستخدمي وكيف يمكننا حکرهم يسهلهم ومعقا أجلهم إيجابتك بالتي تكتناول إجابة التى سعبد والمعارضات المتحدة في هذه المنطقة وهذا يقدم أفضل 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 للمشاهدة من هذه المنطقة كان هدفنا إن إحنا ندفل الكوريكولم أقوردنج للريسايكلينج إن نعمل جريم كود وجايدلاينز موجودة للفاشون بتاعنا عملنا ريز أورنس لتقريباً من 300 ألف إلى 500 ألف سيدة كنت وغدا الكورس عشان أعمل قطع لنفسي بس لما دخلت في المجال قوي حبيته وقررت إن أنا أعمل بيزنس خاص بي شغلي ما يكونش فيه شكله برا يكون بس عندي أنا بس إحنا عندنا تشالينج كبير إن إحنا كنا زي نكمل الجيرني مع البنت اللي درابت معنا وتعلمت كل حاجة في بيت الخياطة وفتحت مشروعها إن نحاول دلوقتي ننفعل بيزنس برويجكت معنا في بيت الخياطة إزاي نعمل زي مينيفابلاب موجود في كل الفرع ده بيقدم السيروس اللي كل مشروع صغير اللي علاقة بالفاشل بيحتاجه So we became involved with Greenworks in 2021 in our Scale Up to Green Accelerator program which was meant to support 15 Egyptian Green SMEs covering three verticals agri-tech, transportation and resource efficiency There is one story that highlights the power of Greenworks Hydro Farms is a green SME leading in the hydroponics market in the MENA region By the end of the program we had successfully connected Aydal to six potential investors as well as to bank financing with the total potential funding exceeding $500,000 We also helped connect Aydal to a potential partner in Saudi to help him expand his company to the Saudi market So in regards to the challenges, we struggled to connect with investors that were interested in the green SME space The Greenworks team helped us create the corporate innovation cluster which not only brought more funding to the program as well as created more job creation and job opportunities We work in a new industry which has a great impact on our planet Reducing overfishing, reducing greenhouse gas emissions We create many green jobs Our team is more than 70% young women So we are empowering people and empowering women Our dream is in two years to become more than 200 persons working inside the company and more than 2,000 or 3,000 tons transforming of organic waste annually This is the beginning of our journey and our journey was a constant für you ité 2018, we are ready for you It's a year ahead of ourselves Our journey leads to an important wave Please join us this Stayen